السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أجابكم برنامج جميل الذي يعاني من الترجمة أي شيء مثلا يحتاج ترجمة نصوص كتابات صور مثل ما يشوفون هذا البرنامج متوفر بسوق بلاي اسمه ترجمة غوغل تبحث عليه بالبحث محرك البحث ترجمة غوغل يطلع لك هذا مثل ما شوفون بالبداية إذا تريد أن يشوفون هذا البرنامج هنا عندي صراحة نصف مثلا صورة أريد صورة معرفة اسم الكتاب مثلا أرغب إذا تريد أن تصور فات شيء عندك مثل ما شوفون ترجمة نصف تضغط على هذا البرنامج مثل ما شوفون بالشاشة إذا تريد أن تأخذ على الكاميرا تأخذ صورة لهذا المكان وإذا تريد أن المكان لا أحدد يعني تكتب عليه هذا ليس لدي شيء بالإنجليزي أخذ الصورة لأنه لدي صورة بالموبايل لا أخذ لها صورة مثلا أحد لا يعرف إنجليزي يأتي يدخل هنا أي شيء صورة عنده مثلا الثاني عندي هذه الصورة إذا أعرف اسم هذه البرنامج لا أعرف اسمها مثل ما شوفون مجال pinch الأرجم يأتي الفق فكثرة في الإنجليزي هالedor يترجم على مثلا اللغة الإنجليزية هذا اللغة الإنجليزية وهذا الاسم بالعربي الحسابات اثنين يعني شنو هذا البرنامج متعدد الحسابات سبق وان شرحت لكم الحلقة السابقة القبل هذا انه على هذا البرنامج هذا البرنامج كلش حلو تقدر من خلاله تفتح الحساب المهم وموضوعنا هذا بس من اذا تريدونا راح اضع لكم الرابط مع الحلقة السابقة يعني اسفل الفيديو وشوفوه اذا حابي ولا تنسون الاشتراك بالقناة وضع لايك واشكركم للمتابعة مع السلامة